قلنا فيما سبق في مناسبات سابقة أن الحث أبنائنا على العمل والانخراط فيه من أهم الواجبات ولا شك أننا نرقب بارتياح أن هناك فيه تقدم في هذا المجال والحمد لله ولكن لازمنا نحث ونسألكم أن تحثوا جميع الشباب على العمل وفي هذا المجال وربما أنكم قد سمعتم أو قرأتم من خلال الصحف والأخبار أن الحكومة الآن تعد برنامج وخطة هي حقيقة مركزة من أجل تنمية وتطوير القوى البشرية هذا يعني أنه تكون برامج مكثفة للتدريب والتأهيل تدريب وتأهيل أبنائنا حتى يتمكنوا من إتقان عملهم ولما نعلم أن أغلبية السكان الآن حسب المعلومات المتوفرة لدينا أعمارهم هي أقل من 15 سنة فمعنى أنه فيه شباب آت ناهب وإذا علمنا أيضا أنه العدد الوافدين هم حوالي نصف مليون فمعنى أنه هناك نصف مليون فرصة عمل أو قل أربعمائة ألف فرصة عمل لأنه فيه بعض الأعمال ربما لمدة طويلة سنحتاج إلى عمالة وافدة لتقوم بها هذا شيء لا شك فيه والأمم في العالم أن نسبة الـ 15% لعمالة وافدة في أي بلد هي مقبولة لكن أكثر من ذلك ليست بمقبولة والهدف أننا نبدأ تدريجيا في قفض العمالة الوافدة بإحلال الشاب العماني أو الشابة العمانية أيضا في العمل لتنزل من 25 أو 26% إلى 20% إلى 15% وإلى العشرة إن استطعنا